يسعدنا أن ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور عثمان أرتاشي استشاري أول أمراض النساء بمستشفى سدرة والأستاذ المشارك أيضا بجامعة قطر للحديث أكثر عن سرطان عنق الرحم أهلا بك دكتور مرحب بكم شكرا لإستاذ عثم مباشرة نتحدث دكتور عن الإصابة بسرطان عنق الرحم هل هناك من إشارات علامات رئيسية للتحذير بأن هذه السيدة ستعاني أو بدأت تعاني يعني علامات تدل على أنها تعاني من سرطان عنق الرحم نعم هناك بعض العلامات التي تدل السيدة على أنها ممكن تكون فيها علامات مبكرة لسرطان الرحم أول العلامات هي الترابات أي نوع من الترابات الدورة أو أي نوع من النزيف الغير متوقع بالنسبة لها خاصة النزيف بعد المعاشرة أو النزيف بين الدورة والدورة أو الإفرازات ذات الرائحة الكريهة هذا يحدث في مرحلة متقدمة يعني؟ للأسف في مرحلة متقدمة من السرطان عنق الرحم المراحل الأولى من السرطان عنق الرحم للأسف زي ما استمعتم في التقرير هي مراحل غير مصاحبة بأي نوع من الأعراض فلذا للأسف بعض السيدات الذين يتم تشخصهم بسرطان عنق الرحم يتم في مراحل متأخرة صعبة العلاج نعم دكتور كيف يمكننا على وجه التحديد اليوم تعزيز الوقاية وتحسينها أكثر؟ زي ما استمعتم في التقرير والمقابل مع دكتور أحمد من أهم الأشياء التي يجب التعزيز هي أخذ اللقاحات ضد سرطان عنق الرحم وزيادة توعية بسرطان عنق الرحم وسط النساء والرجال أيضا لأن الرجال أيضا يلعبون دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم اللقاحات التي تحدث عنها دكتور أحمد هي من أنجع الوسائل للوقاية من سرطان عنق الرحم بالإضافة إلى المسح المبكر الحاجة الأكثر أهمية بالنسبة للسيدات نفسهم الذين لم يأخذوا اللقاح ولم يتحلهم الفرصة للكشف الدوري هي براجعة الطبيب مع أي شعور بأي عراض غير طبيعية أي إفرازات غير طبيعية أو أي دم بين الدورة والدورة أو أي نزول دم بعد المعاشرات الجنسية كما تتحدث دكتور من المهم الوقاية من خلال أخذ اللقاح وكذلك عملية التوعية في الكشف الدوري والكشف المبكر لكن عندما تحدث الإصابة مع تطور التقنيات الطبية هل هناك أسليب حديثة في التشخيص؟ أسليب حديثة في العلاج أيضا؟ نعم التشخيص الآن أسرع التشخيص أدقى التشخيص المبكر يمكن من زار عق الرحم من الوسائل المهمة جدا جدا المتبعة في التشخيص المبكر لسرطان عق الرحم فأي سيد عندها أعراض غير طبيعية بالنصح أنها مراجعة الطبيب المختص ومن الأجهزة التي تساعد كثير جدا جدا في التشخيص المبكر لسرطان عق الرحم هي المجهر الرحمي بتوفر في المستشفيات المتخصصة ويورينا الخلايا في مراحل متبكرة جدا من التغيرات بتاعتها قبل ما تتحول لخلايا ما نحن بسميها أجريسيف أو خلايا حادة أو خلايا متقدمة المراجعة الست للطبيب بعد شعور بأي أعراض غير طبيعية مهمة جدا وممكن تأدي للتشخيص المبكر وهو مهم جدا يعني الست إذا تم تشخيصه في المرحلة الأولى من سرطان عق الرحم نسبة العلاج الكامل بالنسبة لها بتصل إلى 90 إلى 95% بما تنزل حوالي 30 إلى 40% في المرحلة الثالثة والرابعة من السرطان نعم تحدثت دكتور عن أيضا نقطة الرجل بأن سرطان عق الرحم مرتبط بالنساء لكن حضرتك تحدثت أيضا عن مراجعة الطبيب بما يتعلق أيضا بالرجال لو وضحنا هذه النقطة واحدة من الأشياء التي ذكرها دكتور أحمد تضعيم لقاحة فيروز الورم الحليمي فيروز الورم الحليمي للأسف الرجال هم الناقلين الأساسي لفيروز الورم الحليمي فكل الرجال المصابين بفيروز الورم الحليمي هم أدوات نقل للفيروز لزوجاتهم فهذا يعني أنه هم مستودع للفيروز للأسف الفيروز عند الرجال مش بيجيب أي أعراض مش فيش أعراض تحت الرجل إشارة أنه هو مصاب بفيروز الورم الحليمي فنحن بنصح الرجال في سم مبكرة بأخذ اللقاح لأنه اللقاح ليس للستات فقط هو للوقاية من السرطان كل السرطانات التي تسبب فيها فيروز الورم الحليمي وهو يتسبب ليس فقط في سرطان عنق الرحيم يتسبب في سرطانات كثيرة عند الرجال أيضا فالوقاية للرجل من سرطان من الفيروز الورم الحليمي معناها اوتوماتيكلي وقاية للستاتي دكتور فقط سريعا تحدثت أنه في سن مبكرة أخذ هذا اللقاح في أي سن سن مبكرة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة اللقاح بيبدأ من سن 9 سنين للأولاد بلقاء سن 45 سنة للرجال والنساء ونحن نتمنى أنه يتأخذ بمحملة الجيدة عند الرجال وعند النساء أيضا لأنه هي مزئولية مشتركة وهذه النقطة التي تحدثنا عنها في النهاية لأهميتها أيضا دكتور شكرا لك الدكتور عثمان أرتاشي استشاري أول أمراض النساء بمستشفى السدرة والأستاذ المشارك بجامعة قطر شكرا لك نهارك سعيد شكرا لك